سجل السوق التراثي الثالث في مشروع وادي عطير للتنمية المستدامة في النقب والذي عرضت خلاله منتجات من التراث الشعبي تراجعا في عدد الوافدين من المجتمع اليهودي نسبة للمرات السابقة السوق عندنا اليوم هو للمرة الثانية بالقيمة وهدفنا فيه هو تشجيع المهنة اليدوية وتوسيعتها في النطاق المجتمع بشكل عام ونستقبل من جميع أنحاء البلاد بدون استثناء لهذا السوق كل المهنة اليدوية على متنوعاتها وحتى نشجع الأيدي في توسيع نطاقها إن شاء الله تبارك وتعالى وتكون متعددة في جميع المجالات المتاحة للأفراد وأجرام זה פרויקט رיקמה ותפירה זה חלק מפעילות מאוד מאוד רחבה של ירוחם ורחמי שעוסק גם בהקמת בית ספר יסודי לתושבי רחמי גם עוסק בפעילות של עקרה בישוב וממשיך גם למפגשים בין גנים בין ירוחם ורחמי الخلال اليوم تم إجراء جولات في المشروع بمساعدة مرشد محلي حيث استمع الضيوف عن أهميته في تعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الشعبين خاصة في ظل الأحداث الأخيرة والتحريض المستمر الذي ترك أثرا سلبيا على النسيج الاجتماعي احنا بدرنا للسؤودي على التير مع مبادرات أكتر هاي المرة الحمد لله وهاي المرة بما أنه مع الأسف بسبب الوضع اللي كان قررنا أنه يكون للأطفال بالأساس ورشة عمل فعاليات دمع مع متبرعين طبعا جمعية الروح الطيبة بنشكرهم على تبرعهم لهذا النشاط والفعاليات دعائنا عائلات كمان عربية وكمان يهودية مبسوطة جدا من حضور لولاد اليوم القائمون على المشروع أشاروا إلى أهمية هذه اللقاءات في إعادة بناء الثقة إلى جانب منح فرصة للمبادرين خاصة في مجال التراث البدوي المشاركة في ظل الحاجة لتشجيع المبادرين الذين توقفت مصالحهم في عام الكورونا